طيب هنرجع هنقول تاني وتالت عن مرض السمنة والأمراض اللي بيسببها مرض السمنة النهاردة هنتكلم بلغة الأرقام بقى مفروض ان السمنة بلغة الأرقام بيفتح أكتر من 46 باب للأسف الشديد جدا للأمراض المختلفة كتير ناس ما عندهاش المعلومات دي وبيقولك 46 تحديدا شمعنا مش 50 يعني هنعرف كل التفاصيل دي بس فكرة الثقافة بجد اللي موجودة عندنا أو اللي منتشرة إلى حد كبير بين الأهالي وبين الأسر المختلفة المصرية اللي يقولك أنا عايز أخي السؤال لكن أنا ما عنديش إرادة سيبها على الله الحاجات اللي زي كده لأسف الشديد بتفتح علينا أبواب كتيرة جدا من الأمراض المختلفة اللي بندفع تمنها مش إحنا بس إحنا وقصرنا للأسف الشديد بعد كده هنتكلم في كل ده وهنتكلم كمان في إيه هو العلاج السريع وإيه هو العلاج السهل اللي نقدر من خلاله أن احنا نعالج هذه المشكلة خلينا نرحب بس الدكتور علاء الدين أحمد أخي السائي تغذية العلاجية اللي منوارنا منجور أحلى صباح من أحلى قناة وأحلى محاورة للسؤولة نهواني ربما يخلي حضرتك الله يا دكتور منوارنا طبعا كالعادة بكون سعيد بيجودي مع حضرتك وبيجودي في قناة الأهلي بيتي طبعا ده بيتك ومنوارنا فيه دايما وإحنا بنستفيد من حضرتك يا دكتور والنهاردة معنا بقى لغة أرقام احنا دايما كنا نقول السمنة بتعمل أمراض وحاجات زي كده بتسبب أمراض وقد تؤدي إلى الموت في بعض الأحيان بس احنا النهاردة بنتكلم بسبيك 46 باب من الأمراض المختلفة ليه بقى فعلا 46؟ بس خلينا الأول المقدمة تحقيق أكثر من رائعة وخلينا نسترجع كده من سنتين ثلاثة لما الرئاسة تبنت مشروع 100 مليون صحة كنت هتلاقي أن الأيتيم الأساسي فيه هو السمنة وابتدوا حتى يبحثوا السمنة من الأطفال من الصغر حيك لو رحت لأي تخصص تتخيله أو ما تتخيلوش أول حاجة بيبحث عنها يا زيادة الوزن والسمنة حيك لو رحت بتاع العظم لازم يزبط لك وزنك الأول حيك لو رحت بتاع القلب حيك لو رحت بتاع الصف مفاصل كله كله حيك بتاع الرمض بيبحث كمان لأنهم اكتشفوا أن زيادة السمنة بتؤثر في عملية الأمراض الرمض حريك النسر حريك أمراض الزكورة الأمراض النفسية حتى تؤثر عليها السمنة حريك كل الأمراض أصبحت السمنة هي العاملة المشترك في جميع الأمراض حيك تتخيله وما تتخيله صحيح هو 46 حيك لحد الوقت إنه ممكن رقم ده بيزيد لأنه حيك لك الرقم ده هتلاقي من سنتينة تاكن 40 يعني مثلا حريك مثلا بتاع الأنف وقزو يقول لك أول حاجة لازم تثبطها لي هو الوزن لأن اكتشفوا أن زيادة الوزن بتؤثر في موضوع الجيوب الأنفية وفي بعض الأحيان بتؤثر في عملية الشقير اللي بتؤدي في بعض الحال الاقتناق يعني مثلا دي حاجة جديدة خلي بالك فهنكتشف في الآخر أو هنوصل في الآخر أن السمنة هي العاملة المشترك أو الأساسي في معظم الأمراض وبالتالي معظم التقصصات الحاجة بتروح تشوفها عند الدكتور للأسف الموضوع فعلا متشعب بشكل كبير جدا وخطير في نفس الوقت إحنا مش طرعين نتكلم عن سمنة وشكل جمالي وخلاص يعني لأ كان لازم شوية أن احنا برضو نوعي الناس بس خلينا نبدأ إحنا كده تكلمنا عن الأزمة وتكلمنا عن الثقافة بتاعتنا أن احنا برضو ثقافة اللي هو أنا عايز أعمل كل حاجة بأقل مجهود ممكن إزاي ممكن بالثقافة دي أن أنا أتكلم وطبعا إحنا منتج بيستا إحنا يعني في سلسلة في سلسلة حلقات عنه طبعا إحنا برضو نتكلم عنه النهاردة بس بحبين نوضح النقطة دي إزاي ممكن من خلال المنتج ده المستهلك أو المريض يقدر أن هو يخس بسرعة يخس من غير أي أضرار كمان لأن في ناس بتخسوا بيبان عليهم بشكل سيء جدا وفي نفس الوقت ما يرجعش يزيد تاني لو بطلوا أو لو حصل أي اختلال في اللايف ستايل أو غيره خلينا أخذ من مقدمة حيك واللي حيك قلت يدراتي هي الثقافة الهدف الأساسي من الفقرة بتاعتنا في قناة النادي الأهلي هو إزاي أن احنا نوصل لناس الثقافة لأن حيك لما يبقى عندك الثقافة الغذائية أو الثقافة الدوائية هتتعامل صح وبالتالي ده هينعكس على كل حاجة أنت بتعملها حيك خلينا نرجع كمان هل بست لما نزلت حلت مشكلة حلت مشكلة ومشكلة كبيرة جدا حيك هي ليه السمنة في الفترة الأخنية زادت ده سؤال لازم كل ناس نفسينا ليه كان حيك من ضمن الأسباب حيك مثلا وسائل الرفاهية يعني حيك زمان مثلا في التلفزيون حيك تتقوم تتحول التلفزيون بنفسك دلوقتي أصبح الرموت حضرتك النهاردة كنت ممكن تلاقي الساكن في الدول الثاني أو الثالث بيطلع رجلية دلوقتي بيركب أسنصير تمام حيك زمان كانت الفص تفود ما كانش ممتشر بالكسر اللي موجودة دلوقتي بصراحة فعلا زمان كانت طبيعة أكلنا مختلفة كنا بناخد في أكلنا كله معظمه ألياف ده ما أصبحش مش موجود دلوقتي وده بيستا اللي حلت هذه المشكلة هي بيستا عبارة عن إيه هي عبارة عن مجموعة ألياف اللي احنا ما بنقاش ناخدها في أكلنا يعني احنا أكلنا أصبح كله ما فيهش الألياف هل الألياف دي مهمة؟ أه طبعا مهمة مهمة ليه بقى؟ طب لو حبينا نشوف الأول مكانات بيستا ونشوف الأهمية بتاعة ديستا بيستا عبارة عن مجموعتين مجموعة ألياف ومجموعة حاجات تانية هنتكلم عليها بالتفصيل لو حبينا نتكلم على الألياف نتكلم على الألياف زوابة لو نتكلم على السيليم والشوفان وبنتكلم على الألياف غير زوابة اللي هي الردة وعلى فكرة بيستا هو المستحضر الوحيد اللي موجود في مصر اللي في حياتة الردة وهنعرف في حياتة الردة هي لو حبينا نتكلم على الألياف الزوابة اللي هي الشوفان والسيليم لا في الزهوبة دي حضرتك بتعمل إيه بقا هي بتضوب في المياه يعني إيه بتضوب في المياه حيك لما تأخذيها بتعمل الكتلة هلمية كتلة هلمية لما حيك بتأخذيها بتنزل المعدة فبتنفخها أو بتنفش بتقلل احتياجات المعدة من الأكل عشان بتنفش لأنه تمالية المعدة مالية المعدة بالسليم والشوفان وخلي بالحضرتك حيك قلت حاجة حاجة بمنتهى المعدة في المقدمة إن أنا عايز أدي للعيام بتاعي حاجة ما تكبروش أي أضرار تانية بزبط عشان كده أنا بقول إن بيستا مكون من متجات طبيعية وآمنة يبقى النهاردة الشوفان والسليم اللي هي الأواف الزهوبة ناحاك لما خدتها قبل الأكل من نص ساعة نزلت معدتي نفشت فبالتالي احتياجاتك للأكل قلت وده أول حاجة هتلاحظها في بيستا أول ما بتاخد بيستا هتلاقي احتاجاتك للأكل قلت عشان كده بتحكم في الشبع وحطة الكميات الأكل تقل تمام تمام الرضة اللي هي اللي بيستا المنتج الوحيد اللي موجود في مصر فيه موضوع الرضة ده الرضة دي اللي هي غير زوابة بتنتقل من المعدة للأمعاء في صورتها الطبيعية فبالتالي بتخليك تخش الحمام بصورة طبيعية وده حتلاقي تالي يعني بتحسن الجهاز الهضلي من حركة الأمعاء ويخلي بالحرك مشكلتنا مع الناس اللي بتعمل أنظمة جزائية أو عايزة تخس أنها بتشتكي دايما من حدة الإمساج أنا بقول له لا أنت مع بيستا مش هتعاني من حدة الإمساج أنت من مجرد ما تاخد بيستا من أول بيكو أنت بتاخده هتحس أن دخولك الحمام بأصبح بصورة منتظمة ودي بيستا هنا بتتميز عن كل المصارات اللي موجودة بالسوق يبقى بيستا فيه حاجتين أول ما تاخدهم ما تلاحظهم كمية الأكل اللي أنت بتاخدها بتقل ده رقم واحد أو بالتالي هنا أنت عملت نظام جزائي بس ما منعتش يعني إيه أنت بتاكل كل الأكل بس كمياته قلت وبالتالي السعرطة حدود دخل جسمك قلت وهتلاحظها من أول بيكو الحاجة الثانية المشكلة الإمساج هنا تغلبنا عليها تمام تمام طيب إذا إحنا هنا تكلمنا على الآلاف الزوابة اللي غير الزوابة بس الآلاف الزوابة فيها ميزة كمان إنها بالإضافة لإيه داتك إحساس بالشبع وكمية الأكل قلت بتعمل إيه بتحسن من حساسية الأنسولين للكولوكوز كولوكوز ده اللي هو جاي من الأكل اللي بتاكله اللي هو جاي من الكربوهدريت فإيه اللي بيحصل إنك أي كمية كولوكوز هتوصل دمك الأنسولين هيستجيب لها فياخد يدخلها لخلايا علشان كده إنت وإنت بتاخد بسة مش هتحس بأي يعني مش هتحس أن أنت خملان لا إنت مصدر للطاقة الداخلية الحاجة الثانية إن بسة بمن هي ألياف غير زوابة بتمنع انصص الدهون فبالتالي إنت لو أكل أكل فيها كمية دهون عالية اللي هيف الغير زوابة اللي موجودة بتمنع من انصص الدهون طب هل بيستا كتافت بذلك؟ لا هو فيه تاني؟ آه فيه تاني الكروميوم 500 ميلي جرام وبرضو بيستا هو أكتر تركيز موجود في أي مستخدر داخل مصر فيها هذا التركيز والكروميوم فايدته إيه بالظبط عشان برضو الناس تبقى عارفة؟ الكروميوم على الفكرة دي مادة طبيعية موجودة في الجسم الإنسان أوكي مع العادات السائية ومع تقدم السن المادة دي بتقل المادة دي اللي ما بتقل إيه اللي بيحصل المادة دي مسؤولة هي بتزود ده حرق النشويات اللي هي بتمثل حوالي من 40 إلى 50% من الأكلة بتاعتنا كلنا بنكل مكروميوم كلنا بنكل عشده بجبة أساسية فإيه اللي بيحصل لما كروميوم يقل نسبة حرق النشويات بتقل أنا بيقول لك مع بيستا لا أنا هتديك الكروميوم فبالتالي نسبة الحرق عندك هتزيد حرق النشويات والكاربوهادريت تمام يبقى الكروميوم هنا بتعمل إيه بتزود من حرق النشويات تمام الحاجة التانية إن هي بتقل من مصص الدهون خلي بالحديقة أنا هتلاقي بيستا عملت حاجة لزيزة جدا هي بيستا خليتك تقل كمية أكل ولكن حفظت على الكفاءة الحيوية بتاعتك لأن احنا بتواجهنا مشكلة مع العيين بقى دي معادلة على فكرة يا دكتور يعني صعبة لأن أنا أي دايت في الدنيا فبالتالي اللي داخل أكتر بيكون أقل فبالتالي الفيتامينز بتقل ففكرة أن أنا لأ أنا بخس وفي نفس الوقت جسمي ما بينقصوش فيتامينز مؤثرة مع طبعا الكورس اللي احنا هنتكلم فيه لاتر عن فده بيفرق بشكل كبير حريك أصارت كلمة الفيتامينات وده يتخلينا أقول إن احنا عندنا برضو في بيستا فيه فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام وده تركيز مناسب جدا لأن الفيتامين سي بتزود المصاصة الحديد اللي بتوقعنا برضو المشكلة بواجهها مع المريض اللي هو بيعمل أنظمة غزائية ممكن يخش مني في أنامية بقولوا لا انت النهاردة أي كمية حديد هتأخذها فيتامينز هي هتزود المصاصة بالإضافة أنه هو بيزود عملية الحرق نقول بقى الجرعة في الأخذ بتاعة بيستا دي مهم جدا إن أنا بحط الباكو على كبات مية كبيرة وبأخذها قبل الأكل بنصف ساعة قبل الواجبة الأساسية بتاعته ما نتزودش بقى لو أنا حاكل حاجة صغيرة بتاعها لازم واجبة الأساسية على فكرة بس فيه ناس بتاكل في الفطار كويس وفي الغداء كويس فلاشا كويس يبقى يخده إنما هو الواجب الأساسية بتاعته أو معزوم برا يبقى ياخد بيستا قبل الأكل لحينفع في رمضان بشكل يعني كبير يعني قبل الفطار كده أشرب مية معاه وبعد كده أستنى لو أقدر خليها تلت ساعة في رمضان بقى وربع ساعة خلي بقى حيك 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 نتكلم على الأيديا لأنه ممكن يتخل ربع ساعة نصف ساعة حيك أصبت الموضوع الفيتامينات أيوة نرجع بقى عشان نتكلم بالتفصيل أكتر فيها بس حيك هي القصة بتاعتها أنها بتدي برتفوليو كامل للعيان بتاعها وهنعرف كمان في آخر الحلقة النهاردة ليه هي قفرت البرتفوليو كويس قوي بتواجهنا مشكلة مع العيان اللي بيعمل أنظمة جزائية أنه هو كمية الفيتامينات المعادل أنه عنده بتقل فبالتالي بيحصل أنه عنده خمول وعنده كسل واخد المعلومة التانية أنه وجدوا أنه كمية الفيتامينات المعادل لما بتقل إيه اللي بيحصل كمية الحر بتقل فهتلاقي اللي بيعمل نظام غذائي بعد شهر يقول لك أنا أبا بنزلش ما هو أنت بتنزلش ليه لأن كمية الفيتامينات المعادل اللي عندك قلت فبالتالي الحر قل ده اللي بمالتيفيت حل بقى البمالتيفيت حل بصورة 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 وبقول لك لا أنا برضو هخليك تخس فوريفر لأو تضبط وزنك عند حد معين لأن أنا هديك فيتامينات ومعادل اللي أنت بتفقدها مع أنك بتعمل نظام غذائي إيه بقى القل بمالتيفيت ده القل بمالتيفيت عبارة عن 13 عنصر من المناصر الغذائية اللي أنت لازم تحتاجها ودايما كنا زمان تروح تلاقي مثلا الزنك موجود في علبة الوحدي وفيتامي سي موجود في علبة الوحدي لأ أنا جمعت لك كل الفيتامينات المعادل الدررية والمهمة وجمعت لك كلها في قرص واحد اللي هو القلب المالتيفيت على سبيل المثال موجود مثلا الزنك فيها والزنك فيها التركيز 23 29 وده احتياجتك اليومية من الزنك طب اي حد من السيدات بيشتك من مشاكل الشهر بيعمل ايه بيروح للدكتور فيكتب له الزنك بس كان يكتب له الزنك الوحدي انا بقولك لا تعتقدوا عن طريق القلب الملتفيد مش كده كمان وجدوا ان الزنك لما بيقل عمليات الحرق بتقل فأنا بقولك لا انا هديك القلب الملتفيد عشان احافظ لك على النسب الحرق بتاعتك في النظام الغذائي اللي انت عام طيب نروح بقى لفيتامين سي التركيز بتاع فيتامين سي موجود في القلب المنزل اللي هو 500 ملي جرام وزمان نجيب الفيتامين سي لوحده انا فاكر حيك قلت احنا مجيبه في صورة فوار لا انا ستقولك في صورة قرص مع مجموعة من المعادن فيتامين سي بيرفع كفاءة المناعة بزوج من صص الحديد بيساعد على منضرات البشرة بيساعد تعمليات الحرق بس انا عندي السؤال فضلك الدوز نفسه يعني او البرسنتج بتاعت كل فيتامين هل هي البرسنتج الكافية ان هي تتمديني بكل الحرق بتقوله ده ولا بتبقى بيرسنتج يعني غير فعال عشان نقدر نحطها ان هي تبقى سيف مع اي مرض مزمن مع اي حاجة يعني خلينا نضح لو تلاحظ انت بداية الحال عمل اثير نقاط كواس جدا على فكرة الهدف الاساسي من الفقرة بتاعتنا ان احنا بنيدي معلومة للمشاهد بتاعنا ربما تكون فعلا فهو بياخدها بيتعابل مع اكله او الدواء بتاعه بفكر او 23 19 وده احتياجاتك اللي انت محتاجة على مدار يومك ممكن تكمل بانك بتاخد مصادر بروتيب لحمة او مصادر نباتية فول فانت بتاخد عن طريق الاكل بمطفية احتياجاتك اليومية اللي انت محتاجة جسمك من الزينك فيتامين سي انا بديك 500 ميلي جرام ومديك مساح انك ممكن تكمل ده عن طريق الاكل بتاعك من 50 جرام التانين يبقى انا وصلتك لالف واخد بالحريك نجي نتكلم على الكبر الكبر هو تركيزه موجود 3 ميلي جرام الكبر ده بقى حريك اكتشف ايه انه بيقلل من اعراض الشيخ يعني الناس اللي هي شعرها بيض بسرعة ده لما جاء معمول التحليل بتاع الكبر بتاعها ايه اكتشفوا ان اللحاس عندها ليل وكمان اكتشفوا ان النحاس بيحسن من كفاية الغودا الدرقية لما يحصل لديك النحاس فالقلب ملتفيط ايه حصل انا زودت يعني اكتشف القلب المتكملة اللي لما تأخذها تحافظ على عمليات التخصيص بتاعتك معنا وقت بكل البرسنتجز الجسم محتاجه وليس أقل تمام ذي اللي أنا عايز أكد عليه طيب إحنا معنا وقت بس قولي يا دكتور فخليني أروح برضو البعد أسئلة أستاذ المتابعين واحدة هيبة بتقول أنا وزني 130 طول 155 وعندي مشكلة في رجلي وسنها 27 وده أمر طبيعي عندها مشكلة الوزن طبعا مع الطول صعب جدا لو حقيقة هو مشكلة رجلها نتيجة الوزن الزايد وإحنا اتفقنا لسا عائلين أن المرض السيمن وزيادة الوزن هو عامل مشترك في كل الأمراض اللي حديك ممكن تدخيلها وما تدخيلها بس هو بايو ناتشرل هنا عملت حاجة من حاجة قصرتي السؤال للمشاهدة عندنا فريق عمل موجود بيتابع الحالة وكلي أسبوعيا يعني حقيقة لما بتتصل بالفريق العمل بتاع بايو ناتشرل اللي بيحصل بيأخذ منك الوزن والطول بيبتنى معك الكورسي بتاع بيستا والقلب ملتفيت وبيتابع معك حاجة بتديروا الوزن بتاع كل أسبوع كأنه بالضبط أنت عارف حركة عارفة الأولاين يبقى المستهلك ونقول المريض المستهلك لو سمنا يبقى شوية مريض برضو لا هو لو سمنا هيبقى مريض لكن الناس اللي عايزة تخيص ثلاثة أربع كيلو مش هادر قول علي مريض سمنا هنقول المستهلك وشان كده هنقول دودا فيه متابعة مع الشركة فأنت هتحس أن أنت قريدي عندك دكتورك الخاص فدي نقطة حلوة جدا لا هو شركة بنشر يعني غطوا علينا احنا لأنه هو كده في ريق عمل متقصص في التغذية العلاجية بيتابع مع العيام بتاعه فإحنا خلاص ما بقاش لنا جوك بس إحنا يمني في الآخر وفي الآخر إيه هو مصلحة العيام بتاعنا إن أنا هنا أنا محتاجك أوصلك للترجب بتاعك والترجب بتاعي في نفس الوقت أو الترجب بتاع خصائي التغذية العلاجية نروح بقى الحالة أخرى والوزن مع طول صعب جدا محمد رجب بيعاني من المشكلة في أغير فقرتين في العمود الفقري وزنه 171 وطوله 176 لا ده هو ده بص حقيقة عشان برضو ده أولا مؤشر كوردة بتاعه لي جدا ده 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 بيستا فيه حميزة تانية ودي حاجة إحنا هنتفق إن إحنا نعملها مع السادة المشاهدين اللي هم عندهم زادة في الوزن اللي هو السنة المفرطة بيه 71 كيلو ده ليه إنسان يسيب نفسه للمرحلة دي يعني أنا بقول لحضرتك يعني حرام ليس إحنا نتفقنا أن بيستا دي عبارة منتجات طبيعية أنا هكترع لك طراح وده نتيجة لطراحة لتعامل أنا أنا بدي المدره باكو واحد على كبات مية لا هتدله اثنين باكو على كبات مية أوكي يعني زودت الجرعة بتاعته التفاعل التفاعل بتاع الجرعة ممكن تزيد عادي بأسيف برده مشكلة ده هو هو منتجات طبيعية أنا اللي حصل أنا عندي المشكلة في هذا العيان أن أنا محتاج أقليل له كمية أكل جامد شوية فبدل ما تديره باكو لا أنا أديره كمية أكل باكو ويشوف وهو هيريب ناسي يقول لك والله أنا فعلا كمية الأكل عندي ألد بس يخلي بالك ده برضو لازم يعمل لنا تحيل الغضة الدرقية وفايتامين دي علشان نشوف هو السمن اللي عنده دي هل عشان هو بيأكل أكل كتير ولا عنده مشكلة أخرى طبية ورافية أو غيره لأن فعلا يعني صعب قوي يعني أنا أي حد فوق ميت كيلو بحس أن الموضوع ممكن يؤدي لقدر الله لأمور إحنا في غينة عنها تماما ميت كيلو ده كتير تاني بنقول لحضرتك إن بيستا إن لو أقاش ركوت لأكتر من 35 إحنا ممكن ندي اتنين باكو في كبات مية وده حل كويس حتى فوق فوراوائل يعني زي كده بنقول أول شهر شهرين لغاية لما ما إحنا أتفقنا أن إحنا عندنا فريق عمل بيتاب معاه هو بيشايف رايح فين وغاية بي دكتور علي الأسف الوقت خلص بس لو عندك أي إضافة أخيرة تفضل بص حضرتك إحنا اتفقنا في نطاق حوارنا قلنا أن شركة بيانات شرال بتعمل حاجة متكاملة النهاردة أضافت حاجتين للكورسي بتاعنا بالإضافة للبيستا والبالتيفيد عندنا حاجة اسمها الجيرين كافي اللي هو القهوة الخضرة دي موجودة وبتبعت مع الكورس وكمان أدينا فيتامين دي فري يبقى أنا النهاردة أديتك كل فيتامينات والمعادن بتاعتك اللي أنت محتاجها والكورسي بتاعك أنا غطي طولك بحيث أنك تاخد ماكسما افكاسي أو الكفاءة اللي أنت عايزها من المجموعة كلها القلب المالتيفيد البستا خلي بالك نسان نقول القلب المالتيفيد بتاخد بعد الفطار بنص ساعة على كوبات مية ودتك الكرينكا فيه اللي هو الشاي اللي هو الأهوة الخضرة دي طعمها حلوة أوي هاي لدي كده كتير والله نورتين يا دكتور علاء فكرة هنا السحة العامة وتحديدا السمنة عايز أقول لك على حاجة في الأخ بتيجي الفقرة اللي جاية أو الحالة اللي جاية هل إزاي البستا حلت مشكلة زيادة الوزن في الشتاء في الشتاء والموضوع الحرق في الشتاء وغيره خلاص نعمل كده وشكركوا جدا على متابعتنا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة عشرة صبح في الأهلي مع السلام